الزهري انظروا الإمام زين العابدين عليه السلام كيف تعامل معه بشدة وهو زين العابدين المعروف عنه الحلم والرأثة والرحمة مع ذلك شاف أن الموقف يستأهل طبعاً هم يستأهل هذا قاعد هو وصاحب عروة بن الزبير في مسجد رسول الله يسباني مولى الموحدين عليه الصلاة والسلام يستأهلها الكلمة لو ما يستأهل يستأهلها رح تسبب لها الزنفسية خلي تسبب لها الزنفسية هذه حدة مطلوبة الإنسان ما يصير يكون في ميدان الدعوة الإسلامية دائماً خائر القوى ضعيف اللسان متذبذباً هادئاً كأنه عاجز هذا غير صحيح أئمتنا عليهم السلام كما كانوا في موارد عديد حلماء مع من يستحق كانوا في موارد أخرى عديد أيضاً أشداء على من يستحق فسبوا وشتموا و لعنوا و ذموا و ما كانت هذه بمجموعها تحول دون هداية من قضى الله عز وجل هدايته من كان فيه خير الزهري سمع هذا الكلام من زين العابدين عليه السلام ربما تأثر ربما شمأز ولكن بالنتيجة وفق لأن يتوب على يد زين العابدين عليه السلام لست أقول صلحة عقيدته تماماً انتبهوا لقد بيّنت هذا من ذي قبل ولكنه تاب خرج طبعاً عن السب عن سب أهل البيت عليه السلام عن سب أمير المؤمنين عليه السلام بل وخرج من بلاط بني أمية بل وصار من أصحاب زين العابدين عليه السلام بل وصار من أكثر الناس مديحاً له و لأهل البيت من بعد فيها و آخر حياتي شلون ابن شار آشوب عليه الرحمة في مناقبه يروي فيقول وكان الزهري عاملاً لبني أمية فعاقب رجلاً فمات في العقوبة فخرج هائماً وتوحش هذا لأنه صار من أعوان بني أمية قضى على رجل وعاقبه ومات أثناء التعذيب فالظاهر سببت له هذه صدمة نفسية أيضاً فخرج هائماً وتوحش ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين يعني توحش عن الناس هكذا صار وحج علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه الزهري فقال له علي بن الحسين عليهما السلام إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك لأنه كان يائس قانط من رحمة الله وهذا من الكبائر أنت إذا أذنبت أياً يكن ذنبك إياك إياك أنت يأس من رحمة الله أنه يتوب عليك أو يغفر لك إياك ذنب اليأس من رحمة الله أعظم من الذنب نفسه فلذلك قال له زين العابدين عليه السلام وهو يعظه إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلمة إلى أهله قدم الدية إلى أهل هذا الذي مات من أثر تعذيب واخرج إلى أهلك ومعالم دينك فقال له فرجت عني يا سيدي الله أعلم حيث يجعل رسالته ورجع إلى بيته ولزم علي بن الحسين عليهما السلام وكان يعد من أصحابه ولذلك قال له بعض بني مروان يا زهري ما فعل نبيك يعني علي بن الحسين شوف وين كان وين صار هذا نفس الذي علي بن الحسين جاءه وشتم أباه ردا على شتيمته لأمير المؤمنين عليه السلام شوف بالأخير هذا نفسه الذي مال إلى بني أمية وجاءت أخته العجوز رقية تفضحه أمام الجعفري وتقول أنت خرفت أنت ملت إلى بني أمية وأخذت جوائزهم كتمت فضائل آل محمد عليهما السلام هذا نفسه الذي كان عاملا لبني مروان إذا بالزمان يدور فيتحرر منهم ويلتحق بعلي بن الحسين عليهما السلام ويصبح من أصحابه إلى حد بلغ اعتقاده فيه أن بني أمية مروان كانوا يعيرونه فيقولون لو ما فعل نبيك يعني أنك تعتقد بنبوة علي بن الحسين ترجمة نانسي قنقر